واعتقد ظاهرة التحفيل بكل ما فيها محتاجة شغل ومحتاجة تصدي وعي شوية ان شاء الله نعيدكم بمعالجتها او الكلام فيها كتير لانه احنا تكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا يا جماعة الاهلي حاجة كبيرة جدا الاهلي كقيمة غير قبلة للمقارنة حبوا الاهلي قيمته لذاته لوضعيته لمكانته لتاريخه لعطاءه لمطولاته حاجات كتيرة جدا تخليكوا تحبوا الاهلي بتفرد مش منها ابدا انك تقرنه باي حد كل نادي له احترامه له قيمته له تأديره بس كل نادي عنده خصائص وعنده صفاته وعنده مكانته وعنده طبيعته مش بالضرورة انا عايز ارفع قيمة الالف اقرنه باي حد تاني لا كل واحد في نفسه وطالما احنا كلنا مدركين ومتأكدين ان قيمة الاهلي في عاجات هو الواحد اللي كان بيعملها او هو اكثر الناس تمسكا بيها زي القيم والتقاليد والسلوك وان القيم السلوكية تسبق النتائج وعشان كده كنا بنحتفل بان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم نسعد بالاهلي ما ننجع بغيرنا بالضبط ده نتمنى ان احنا نسهم في ده الحقيقة اشتركوا في القناة